أكد معل السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب الدعم النيابي التام لإعلان القيادة العامة لقوات دفاع البحرين الاستعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن وجاهزيتها للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرمة لقطع أياد الفتنة واجتثاث رؤوسها وشد رئيس مجلس النواب مؤسسة قوة دفاع البحرين بقيادة معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والعملية التنموية الشاملة وضمان المكتسبات والمقدرات والمنجزات الوطنية والحضارية بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك المفد القائد الأعلى ضو الله ورعا وشدد رئيس مجلس النواب على أن الظرف الوطني الراهن إعلان موقفه المعلن والمباشر والصريح ضد الإرهاب والإرهابيين والمخططات الإجرامية التي تقودها الجماعات والجهات التي تخطط وتحشد وتنفذ لأعمال الإرهاب بدعم خارجي وتأييد كافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الدولة وفق القانون دون تبرير لأي عمل إرهابي مجرم ومدان دينيا وإنسانيا معربا رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير والإشادة بدور وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية وبرجالها البواسل مؤكدا أن التكامل والتعاون عمل المؤسسات في مملكة البحرين للتصدي للإرهاب والتعقب الإرهابيين هو واجب وطني يساهم في حفظ الوطن وبث روح التمأنين للمواطنين والمقيمين ويعزز من مكانة مملكة البحرين في رعايتها لمصالحها ومواطنيها وحرصها على ضمان تطوير مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية المباركة ترجمة نانسي قنقر